على الرغم من أننا لا ندري تفاصيل الاستراتيجية الجديدة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد فإنه من ناحية استراتيجية الولايات المتحدة ترفض الاستراتيجية الإسرائيلية التي يحملها بنت لسبب بسيط لأن هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأ عدم الرجوع عدم العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي الرئيس بايدن سيرفض هذا الرئيس بايدن سيمضي قدما سيخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة وحلفائها سيمضون قدما بمحاولات بمشروع العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي ولكن في الملفات والمقترحات الإسرائيلية التكتيكية قد نرى نتائج وموافقة من جو بايدن يعني على سبيل المثال كيف أن إسرائيل يمكن أن تستهدف أهدافا إيرانية عن طريق اقتحام إلكتروني عن طريق هجمات لأهداف إيرانية بالدرون مثل هذه الأمور التي أصفها أنا بالتكتيكات أو الهجمات التكتيكية أعتقد أن التخريب الاستخباراتي الاغذيالات لشخصيات علمية نووية إيرانية وما إلى ذلك من أمور نعم قد يتفق ويوافق الرئيس بايدن مع إسرائيل على هذه الأمور ولكنه سوف يتمسك من ناحية استراتيجية على مبدأ ضرورة العودة إلى اتفاق 2015 النووي طيب بوجهة نظرك الآن الإيرانيون أصبحوا قريبين جدا من إمكانية الحصول على القنبلة النووي أضافوا أجهزة طرد مركزية جديدة 156 جهازا التخصيب على مستوى 60% إنتاج لليورانيوم مستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة للغاية أصبحت الإمكانيات متاحة لإيران للاختراق النووي يعني ما داعي العودة الآن للاتفاق النووي في ظل أن إيران على حافة الوصول للقنبلة النووية وكذلك الاتفاقية يعني ممكن سنتين ثلاث وسنرى هذه الاتفاقية تتغير معطياتها لأن هناك expiration date وطبعا مدة صلاحية ستنتهي قريبا جدا في السنوات القادمة يعني لماذا تريد لواشنطن أن تعود على أي أساس على أي فكرة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الفكرة هي أن العودة إلى هذا الاتفاق الذي بدون شك أو شك على الانصرام في أمده الزمني وهناك حاجة الآن إلى اتفاق جديد ربما ومفاوضات جديدة ربما هو أن العودة إلى هذا الاتفاق يؤمن في أن تؤجي إلى إرجاء تباطع عرقلة المساعد الإيرانية للحصول على سلاح نووية نعم الوكالة الدولية للطاقة الزرية تتحدث الآن عن أن إيران تمكنت أو على وشك التمكن من تطوير فلذ اليورانيوم لديها مئة جرام من فلذ اليورانيوم وليست هناك ضرورة لإنتاج هذا الفلذ إلا للأغراض العسكرية فبدون شك الولايات المتحدة هنا تأمل فقط وقد تتحطم آمالها في أن يؤدي مشروع العودة إلى الاتفاق النووي إلى إرجاء المساعي الإسرائيلية نحو إنتاج قنبلة نووية في الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة استخدام هذه الخطوة كتمهيد لمفاوضات جديدة نحو اتفاقية جديدة في حالة تحسن في العلاقات الأمريكية الإيرانية نتيجة العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي لكني بصراحة أنا شخصيا يعني إذا سألتني عن رأيي الشخصي أنا لست متفائلا لأنه من الواضح أن إيران رغمنا فيها أنها تسعى لإنتاج قنبلة نووية وتقول إن برنامجها هو للأغراض السلمية فقط هذا كلام لا أشتريه ولو بدولار واحد لأن إيران من الواضح أنها تسعى إلى إنتاج سلاح نووي لإحداث توازن بينها وبين إسرائيل هذا من جهة وأيضا لاستخدام هذا السلاح النووي في استفزاز وردع جيرانها الخصوم من الدول العربية لاستخدام هذه المصنحة ليس لذلك ترجمة نانسي قنقر